بعد يومين من المناقشات والمداولات من قبل المشاركين في ورشة العمل الخاصة برسم خارطة الطريق من أجل تسهيل وتنظيم عملية الترحال للمراحيل التي يعبر بها أصحاب المواشي بهدف الوصول إلى المناطق الرعوية حيث جاء ختام أعمال هذه الورشة التي شارك فيها عدد من ممثلي وزارة استصلاح الأراضي السكن والتمدن ووزارة السروة الحيوانية بالإضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني منظمة الأمم المتحدة للأغسية والزراعة هي الجهة الممولة لهذه الورشة قال ممثلها بأن المنظمة حريصة على سلامة الرعاة والمزارعين وأن هذه الورشة هي بمثابة بادلة إنسانية تتطلب جهودا جبارا من أجل تفعيل مخرجاتها التي تليها تقارير تقييمية خلال الأشهر القادمة من جهته رئيس لينة إدارة الأراضي الوطنية بوزارة استصلاح الأراضي السكن والتمدن إدريس بشر كاري هنأ المشاركون في هذه الورشة مطالبا إياهم بتطبيق مخرجاتها نحو أهدافها السامية كما أكد جهود الحكومة الجادية على اهتمامها بشريحتي الرعاة والمزارعين مضيفا بأن وزارة استصلاح الأراضي السكن والتمدن تسعى جاهدة من أجل تقديم المزيد من الجهود بغية تنفيذ مخرجات هذه الورشة ونشير إلى أن المشاركين في ورشة العمل لتسهيل وتنظيم المراحل هم يمثلون كل من دولة الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشعد ترجمة نانسي قنقر